السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في فيديو جديد معي أنا عبدالله الغفيص وهالمرة أتكلم عن أهم الفروقات بين ثلاث هواتف وهي الجالكسي 610 بلوس والهواوي 120 برو وهاتفنا الجديد الهواوي P30 برو وبداية المقارنة هذه لا يوجد مقارنة أداء فقط تكون مقارنة بالهارد وير والمواصفات وبقدم لك مقارنة الأداء لاحقا لأن شفت أنه فيه طلب كبير على توضيح الفروقات بين هالهواتف وحسيت أنها تكون مفصلة شوي أو أنها تكون مفصلة شوي أكثر من ناحية المواصفات والحديث بيكون عن النسخ المتوفرع عندنا بشكل رسمي بالسوب طيب أول شي من ناحية التصميم فكلهم مثل ما نشوف بالجسم المعدني وكذلك خلفية من الزجاج وعندنا تصميم الكاميرات مثل ما نشوف أنه مختلف ومن ناحية الأبعاد فهم متقاربين جداً ولكن الوزن في فرق واضح فالـ P30 Pro هو الأتكل بوزن 192 جرام وبعده الميت 20 Pro بوزن 189 جرام وأخيراً أخفهم الـ S10 Plus بوزن 175 جرام وكذلك السمك عندنا الـ S10 Plus هو الأنحف بسمك 7.8 ميلي ثم الـ P30 Pro بسمك 8.4 ميلي ولو نتكلم عن الشاشة في كلهم بشاشات منحنية والـ S10 Plus بشاشة من نوع الـ Dynamic Omoled والـ P30 Pro والـ Mate 20 Pro من نوع OLED وحجم الشاشة برضو متقاربين في الـ P30 Pro بحجم 6.47 إنش والـ S10 Plus بحجم 6.4 إنش والـ Mate 20 Pro بحجم 6.39 أو 6.4 إنش إذا جبرنا الرقم ودقة الشاشة في الـ S10 Plus والـ Mate 20 Pro هي 2K وأما بالـ P30 Pro فيه بدقة Full HD Plus وطبقة الحماية الـ Gorilla Glass 6 بالـ S10 Plus والـ P30 Pro بينما الـ Mate 20 Pro من نوع الـ Gorilla Glass 5 وكذلك الـ P30 Pro والـ Mate 20 Pro يدعمون HDR10 بينما S10 Plus يدعم HDR10 Plus ونلاحظ فرق تصميم النتوء بين الهواتف فالـ S10 Plus لدينا الكاميرا داخل الشاشة أو اللي يسمى مثلا نتوء الحفرة أو الـ Infinity O والـ Mate 20 Pro النتوء الأكبر والقذلة اللي موجودة بالأعلى أما الـ P30 Pro فعندنا نتوء القطرة والمعالج في الـ P30 Pro والـ Mate 20 Pro هو الكرن 980 بتقنية 7 نانومتر أما الـ S10 Plus بمعالج Exynos 9820 بتقنية 8 نانومتر والرام عندنا في الـ S10 Plus يوصل حتى 8 جيجا بايت للرام والـ P30 Pro 8 جيجا بايت بينما الـ Mate 20 Pro 6 جيجا بايت للرام والتخزين الداخلي بيوصل حتى 1 تيرا بايت في الـ S10 Plus والرام عندنا في الـ S10 Plus يوصل حتى 8 جيجا بايت للـ Mate 20 Pro ودعم الذاكرة الخارجية موجودة بكل الهواتف لكن الـ P30 Pro والـ Mate 20 Pro يدعم ذاكرة النانو الخاصة بهواوي بينما الـ S10 Plus يدعم ذاكرة الميكرو اسدي كارد العادية الموجودة بالسوق أما من ناحية الكاميرا فعندنا أربع كاميرات في الـ P30 Pro وهي بدقة الـ 40 ميجابيكسل بينما الـ Mate 20 Pro 3 كاميرات وهي بدقة الـ 40 ميجابيكسل بينما الـ S10 Plus 3 كاميرات بالخلف بدقة الـ 16 ميجابيكسل والأمامية في الـ S10 Plus كاميرتين بدقة الـ 10 ميجابيكسل بينما الـ Mate 20 Pro الكاميرا الأمامية بدقة الـ 24 ميجابيكسل والـ P30 Pro هو الأفضل بدقة الـ 32 ميجابيكسل ولو نتكلم عن البطارية فهي بحجم 4200 ميلي امبير في الـ P30 Pro وكذلك الـ 120 Pro وبحجم 4100 ميلي امبير في الـ S10 Plus والشحن السريع عندنا برضه بقوة الـ 40 واط في الـ 120 Pro والـ P30 Pro بينما الـ S10 Plus بحجم 5 أو بقوة 15 واط وكذلك الشحن اللاسلكي موجود بكل الهواتف بقوة الـ 15 واط وبرضه عندنا سماعات ستيريو سبيكر في الـ S10 Plus وكذلك الـ 120 Pro وبينما الـ P30 Pro يجيب سماعة واحدة وهي سماعة سبيكر بالأسفل ولكن جاء بتقنية الصوت الجديدة الخاصة بالمكالمات الموجودة أسفل الشاشة وبرضه عندنا منفذ 3.5 موجود في الـ S10 Plus فقط وأشعة الـ IR موجودة في الـ 120 Pro وكذلك الـ P30 Pro والنظام في الـ P30 Pro والـ S10 Plus هو أندرويد 9.1 وأما الـ 120 Pro بنظام الأندرويد 9.0 وطبعاً البصمة داخل الشاشة موجودة بكل الهواتف وكذلك فتح القفل الوجه من خلال الكاميرا الأمامية موجود في الـ S10 Plus والـ P30 Pro بينما الـ 120 Pro يجيب تقنية Face ID والتي هنا تستخدم حساسات بدل الكاميرا الفتح القفل فهذه كانت أهم الفروقات بالمواصفات بين الهواتف اكتبوا لي بالتعليقات وش الهاتف المفضل لكم وإيش كان سبب تفضيلك وإذن الله بأسوي مقارنة الأداء بينهم قريب وكالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة